تعمل الإدارة العامة للمرور على مدار الساعة من أجل تحقيق أفضل مستوية السلامة المرورية وإن كانت هذه الجهود ممتدة على مدار العام إلا أنها تتضاعف خلال شهر رمضان المبارك خصوصا وأن كثافة الحركة المرورية ترتكز في مواعيد محددة ما يستدعي جهدا نوعيا لتحقيق الإنسيابية وضمان السلامة المطلوبة تعمل الإدارة العامة للمرور في شهر رمضان المبارك وفق خطة مرورية متكاملة وذلك بتكثيف التواجد المروري في كافة محافظات المملكة لضمان سيابية الحركة المرورية ومنع السلوكيات الخاطئة التي تؤثر على مستوى السلامة المرورية يأتي ذلك من خلال الحملات التوعوية الهدفة لزيادة مستوى الوعي والثقافة لدى مستخدمي الطريق الإدارة الآمن رو تدعو جميع مستخدمي الطريق التقيد بالأنظمة والقواعد المرورية والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة حفاظا على سلامتها ومنها التزام بالسرعة المحددة على الطريق وعدم تجاوز الإشارة الطوئية باللون الأحمر والانتباه لحركة المشاق والالتزام بالمسار الصحيح تجنب الوقوف الخاطئة في مجمعات تجارية والأسواق ودور العبادة والانتباه لحركة المشاق والخروج مبكر خصوصا في أوقات الذروة إن الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية وتجنب السلوكيات الخاطئة مسؤولية الجميع لتجنب وقوع الحوادث وضمان تحقيق أعلى معدلة السلامة المرورية طيلة أيام الشهر الفضيل اشتركوا في القناة